السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم طلاب الاعزاء. النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع بعض كده هوات الوحدة الاتناشر في اسئلة الوركبوك. هنحلم مع بعض الدرس الاول والتاني النهاردة ان شاء الله. وهن نعمل كزا فيديو كده هوات لحد ما نخلص الوحدة كلها. وبعد كده هجمع لكم الدروس كلها في فيديو واحد. تمام? طيب. عند اول سؤال هنا. عنوان الواحدة بيقول into the future. في المستقبل. into the future. في المستقبل. طيب. يقول لك. العديد من الصفات. بتنتهي بالايسي. complete the sentences with the adjectives. form of these words. اكمل الجمل باستخدام الصفات اللي موجودة من الكلمات دي. طيب. لو بصنا كده هنا. عرب اللي هما العرب. الصفة منها ايه? عربيك اللي هي اللغة العربية. تبقى الكتريك. هي الكتريستي الكهرباء. تبقى الكتريك. هنحط لها اي سي. روبوت. روبوتك. تمام? اللي هي آلي. اللي هو الشيء الآلي. روبوتك اللي هو الانسان الآلي. تمام? اللي هو علم الروبوتات. تمام? بقول لك. اللعبة بتتحرك زي الروبوت هي ايه? اللعبة روبوتية. the train doesn't use oil. it's electric. e l e c t r i c it's electric. الكتر ما بمشيش بال بالبترول هو بمشي بالايه? بالكهرباء. يبقى electric. our teacher can speak english spanish and arabic. a r a b i c. يبقى our teacher. our teacher. المدارس بتاعنا. can speak english spanish and arabic. the firefighters. اه رجال المطافي. saved a family from a fire. انقذوا عائلة من النيران. they were very heroic. h e r o i c. تمام? فكل كلمة حطنا لها l i c electricity تبقى electric. electric. اوكي? electric. arabic. 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 the firefighter. hero تبقى heroic. ماشي? طيب. سأللي بعد كنا. read and match. اقرأ ووصل. تمام? طيب. عندنا كده three d. يبقى three d. printer اللي هي الطبيعة. ثلاثية الابعاد. طيب. cycle. cycle lane اللي هي يعني فيه المسابقات اه الدراجات. تمام? مسابقة العجل ببقى فيه ممشى كده هو بيمشى عليه هو ايه? هو دوات اللي هو cycle lane. اللي هو ده. حارط ركوب الدراجات. او ممشى الدراجات. electric. electric buses. تمام? باسات. ماشي بالايه? باسات كهربائية. e sports player. e sports player. so what does it mean? e sports player. لعب رياضات الكترونية. لعب رياضات الكترونية. طيب. robotic engineer. robotic engineer. what does it mean? robotics engineer. robotics engineer. robotics engineer اللي هو مهندس اجهزة انسان الالي. المهندس اللي بيكون مسؤول عن ايه? اجهزة الانسان الالي. فعند دلوقتي. 3d printer. 3d printer. cycle lane. cycle lane. electric buses. electric buses. e sports player. e sports player. robotics engineer. رياضات الكترونية. تمام? طيب. السؤال اللي بعد كده بيقول ايه? use these words to make question. with will. استخدم الكلمات الاتيها دي عشان تعمل اسئلة بwill. تمام? طيب. بولك هنا. what weather like tomorrow. يبقى what will the weather be like tomorrow. التقس بكرة هيكون ايه. طيب. what job do you do when you leave university. يبقى نعمل السؤال job. job will you do when you leave the university. تمام? وهنكمل السؤال وعلمة الاستفاد. يبقى what job? what job will you do when you leave the university. اين هي وظيفة انت هتستغلها لما تغادر او تتخرج من الكلية. طيب. how big كايرو بي توينتي ففتين. يبقى how big will كايرو بي ان توينتي ففتين. تمام? يبقى how will how will sorry how big how big will كايرو بي ان توينتي ففتين. how big will كايرو بي ان توينتي ففتين. عندنا هاو big دي على بعضها. اداة اللي استفهم. طيب. هنا people travel to space twenty seventeen. طيب. هنا مش جايب اداة استفهم جايب people. اللي بها نسأل بايه? will. will. people. travel. to space. in twenty seventeen. او ممكن. will. people. be. able. to travel. to space. in twenty seventeen. وهنا اللي يجبها تبقى عندي بايه? يا اما ييس يا اما نو. يبقى will people. will people travel to space in twenty seventeen. لو جمنا الاصلاة. people will travel to space in twenty seventeen. لو هنعمل جملة. طب لو عايزين نعمل سؤال هنجيبه في الاول. تبقى will people travel to space in twenty seventeen. طب. عندي كده الاسئلة. what job will you do when you leave the university. when you leave university. how big will kairu be in twenty fifteen. will people travel to space in twenty seventeen. طب. دلوقتي بيقول لك ايه نبقى سؤال با كده. now answer the questions you wrote in exercise three. دلوقتي عايز نحن نتقاب على ايه؟ على الاسئلة دي. طب بيقول لك اول سؤال بيقول لك ايه. what will the weather be like tomorrow. القوة بكرة هيكون عامل زي. قال لك. I think it will be hot and sunny. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى طبعا القوة بكرة يكون ايه. هادي شوية. تمام. عشان البرد اللي احنا عايشين في دوات. يبقى I think it will be hot and sunny. يعني خفيف شوية. البرد يخف شوية. طب number two. what job will you do when you leave the university. يبقى. I will. I will do engineering when I leave the university. I will be an engineer. when I leave the university. I'll do engineering. I will be an engineer when I leave the university. طب number three. how big will Cairo be in twenty fifteen. يبقى. Cairo will be will be not in twenty fifteen. ونكتب مسلا ايه. عادة سكان او المساحة بتاعتها في twenty fifteen. تمام؟ كل واحد يكتب على حسب ما هو شايف. طب number four. will people travel to space in twenty seventy seventeen. I think so. yes. they will. لو انت شايف انه ما ممكن تسافره. أو no. they want. تمام؟ يبقى. يبقى. yes they will. yes they will. or no. they want. اوكي. ممكن نقول. Cairo will be bigger. ممكن نقول انها تبقى اكبر. او ممكن نكتب مساحة معين. او عدد الناس معين. تمام؟ يبقى كده. I think it will be hot and sunny. I will do engineering. or I will be an engineer when I leave the university. Cairo will be not. او و Cairo will be bigger. in twenty fifteen. yes they will. or no. they won't. على حسب رأيك. تمام؟ طب. شوف مع بعض كده السؤال التاني. او الصفحة. listen to. يقولك ايه. complete the sentences with the these words. complete the sentences with these words. اكمل الجمل باستخدام الكلمات الاتية. rise. اللي هو يرتفع. device. جهاز. solution. حل. temperature. حرارة. feed. يغزي. virtual reality. الواقع الافتراضي. عفين كلنا الواقع الافتراضي. طيب. قالك. this is a device that has wind can check which can check people's temperature. if the if to see if they are L. عشان يقيس حرارة. الناس لو هما ايه عينين تبقى عندينوات كلمة temperature. T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E. temperature. يبقى. this is a device which you can check people's temperature to see if they are L. هما عينين. this math question is very difficult. what is the solution? تمام. ايه. السؤال الرياضيات ده واتساب جدا. ايه هيكون الحل. تمام. طيب. السؤال اللي ايه. يبقى. we should we should produce more food to feed more poor people in the world. number four. at the museum you can see how the ancient Egyptian lived using في المتحف. ممكن تشوف ازاي القدماء المصريين كأنهم عايشين. using virtual v-i-r-t-u-a-l reality r-e-a-l-i-t-y virtual reality اللي هو الواقع الافتراضي. الواقع الافتراضي. تمام. طيب. السؤال اللي بعد كده. prices usually. الاسعار غالبا. rise. او عادة بت ايه. عادة بترتفع all over the world every year كل سنة حول العالم. يبقى الاسعار بترتفع كل سنة حول الايه. العالم. وبمناسبة ترتفع الاسعار اللي احنا فيها. تمام. طيب. حتى الروزي كمان هو ارتفع. يبقى rise r-i-s-e not r-i-c-e. sorry. يبقى r-i-s-e. rise. اوكي. طيب. نكست. هنكمل بعب استخدام. will be able to or won't be able to. and the verbs in brackets والافعال الموجودة فين في الاقويس. طيب. عندي كده اول سؤال بيقولك تاليا بتتكلم ياباني عشان كده هيكون قادرة على انها تقدم على وظيفة في اليابان او تتقبل في وظيفة فين في اليابان طيب. number two. adam hurt his leg. adam ازهرق لي. تمام. so he play football on Saturday. هل هيكون قادرة على ان هو يلعب فوتبول يوم السبت ولا لا. طبعا هو ازهرق لي. هيكون لا. يبقى في النفي. يبقى won't be able to. won't be able to play. طبعا الفعل فين في المصدر. I want to be able to play. won't be able to play. football on Saturday. طيب. سهل بعد كده. حميدة can't find his. حامد. حامد sorry. حامد can't find his passport. حامد مش لاقي الباسبور بتاعه. he traveled to the business meeting in England tomorrow. هنا ده. هنا مكتوب سؤال وهنا بتدلون. هو طبعا قال لك ان هوات ايه? ان احنا هنكمل بالجمل فهنأ بس هنا عمل لي علامة السفام. طب. هنا ابتدى بال subject pronoun. فلو هي بقى جملة. يبقى he. هو طبعا نسي الباسبورت. فمش يقدر يروح الاجتماعي. يبقى he won't be able to try. travel. طب. برضو سؤال كويس ان لو احنا عايزين نعمل سؤال بقى. لو احنا عايزين نعمل سؤال بقى. كأننا من المرة ان احنا نعمل سؤال. يبقى. will he be able to travel to the business meeting in England tomorrow. يبقى. لو جملة. لو جملة. هنمفروض هنا العلمة السفام تتشيل. وتحطي مكانها نقطة عشان هي وقتدى هنا ايه? بال subject pronoun يبقى. he won't be able to travel to the business meeting in England tomorrow. هو نسي الباسبورت. مش لاقي الباسبورت بتاعه. مش لاقي الباسبورت عشان كده ايه? مش هيقدر يسافر للاجتماع الشغل بتاعه في انجلترا tomorrow. طب. هنا جاب لي question mark. عمش تفهم. طب لو انا عايزة عمل سؤال يبقى. حامد can't find his passport. will he be able will he be able to travel to the business meeting in England. هل هو هيكون قادر على ان هو يسافر التماع بكرة في انجلت. تمام? طب. number four. كده تمرنا ان احنا نعمل سؤال عمرها ست شهور. so she start speaking in about a year's time. هيكون. هتكون قادرة عنها تتكلم لما يكون عندها ايه? سنة. يبقى. so she will be able be able to start. هتكون قادرة على انها تبتدي تتكلم لما يكون عمرها قدي في عمر السنة. لما يكون عندها ايه? سنة. يبقى. my baby sister. my baby sister is six month old. so she will be able to start speaking in about a year's time. طب. it's very windy. it's very windy. القوة ايه? عاصف. يعني في رياح شديدة. so we want be able to go to the beach today. مشان كون قادرين على نحن نروح ايه? الشاطئ بكرة. يبقى. it's very windy. جو ايه? عاصف. في رياح شديدة. so we won't be able to go to the beach today. مشان نعرف نروح. الشاطئ اليوم. منفية. تمام? طب. كون كده خلاصنا السؤال التاني. السؤال التالت بقول ايه? نشوف كده السورة مع بعض. use well or want the visitors to do the zoo be able to do. ايه اللي الزوار في حضرتك الحيوان قادرين او مش قادرين ان هم يعملوه. حاجات قادرين يعملوه. حاجات مش قادرين يعملوه. make sentences. اعمل جمل. طب. عند كل حيوان من الحيوانات الموجودة في ايه? يفضع. يعني مثلا هنه عندك بيقول لك ايه? they want to be able to feed the منكس. طب. احنا عرفنا زي قال لك هنا هوات. no feeding the منكس. ما فيش ايه? يعني غزاء او تغزية او اطعام للكرود. قال لك هنا يبقى. they want to be able to feed the منكس. طيب. ايه تاني? نشوف كده وقت نخد بالترتيب من هنا كده. meat goods and cheap. عندنا هنا المعيز والخرفان. ميت. يعني انت هكون قادر ما فيش هنا في هنا. هكون قادر على انت تقابل المعيز والخرفان. تمام? فهنقول كده. يبقى. الله قادر على انت تجيب منه. ضع نقوت هل قادر على انت تجيب منه ام ث master؟ طب تعال نشوف بعد كده نمشي كده هنا قالك ما تلمش التعابين فهنا ديت ايه ناف يبقى يبقى طب عندي هنا نمبر فور يبقى كده شاهدنا ان احنا نطعم اللي هو السيل الساعة حداشر صباحا يبقى هيكونوا قادرين ان هما يشوفو يشوفوهم هما بيتعموا الناس اللي مسؤولة عنهم او الناس اللي هما شغالين في الحديقة هما بيتعموا ايه السيلز الو ايه كلب البحر يبقى هما هنكون كده ايه قادرين ان هما يشوفوهم هما بيتعموا السيلز يبقى زي الناس اللي سوفوهم هما بيتعموا الناس اللي سوفوهم هما بيتعموا هما بيتعموا يبقى هما بيتعموا why parrots took اكتشف ليه البغبغانات بتتكلم يبقى هنا يكون قادرين يبقى برضو إثبات يبقى they will be able to find out عشان يكون find out why parrots took تمام يبقى they will be able to find out why parrots took تمام وبكده طلب الاعزاء نكون انتهينا من الدرس التاني يبقى احنا كده حلنا مع بعض اا الworkbook الدرس الاولاني والتاني ان شاء الله ان شاء الله هنكمل الاسئلة بتاعت بقيت الوحدة مع بعض الفترة الجاية في الفيديوهات الجاية ان شاء الله وبرضو زي ما عدتكم ان شاء الله هجمع عليكم الفيديوهات كلها في فيديو واحد تمام على اساس ان انتوا تلاقوا السرس كلهم مع بعضوا مرة واحدة اتمنى ان تكونوا استفدتم من الفيديو واسف طبعا لو في اي تأخير عليكم شكرا لكم طلاب الاعزاء وبالتوفيق دائما ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الاعداد الاعزاء اهلا وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الاثناشر والاخيرة عندنا هنا اول سعال اقرأ ووصل تمام تعال دلوقتي نشوف الكلمات اللي معنا عندنا ستة كلمات هنقرأهم نعرف معناهم بعد كده نشوف بتاعتهم التعريف بتاع كل كلمة منهم عندنا ديستانس يعني مسافة ديستانس مسافة انترشيب فترة تدريب انترشيب فترة تدريب اللي هي امتياز فترة الامتياز ماراثن اللي هو سباء الجاري اللي هو لقايه الماراثن سباء الجاري المسافات طويلة professional qualification مؤهل مهني professional qualification يعني لما تجد قدم مهنة او حاجة لازم يكون معك ايه مؤهل professional professional qualification مؤهل مهني setup ينشئ او يقيم setup ينشئ او يقيم skill مهارة skill مهارة طبعا عندي distance internship marathon professional qualification setup skill طب distance ودرس مين distance احنا قلنا معناها ايه مسافة قالك D how much space is between two things المسافة اللي بين شيئين المسافة اللي بين ايه شيئين تمام طب يبقى distance how much space is between two things طب internship احنا قلنا انترشيب معناها ايه فترة التدريب او MTS ديت تبقى when you work often without pay to learn about a job اللي هو انت بتشتغل وعالتاً بيكون ايه من غير فلوس عشان ايه انت تتعلم حاجة عن الوظيفة يعني انت بتشتغل وغالباً بيكون من غير فلوس عشان خطر ايه بتتعلم حاجة عن الوظيفة انترشيب will be f انترشيب f number two f number three marathon اللي هو سباء الجاري الماراثون هيبقى سباء جاري حوالي 42 كيلو متر طبعا مسافة طويلة جدا ماراثن تمام تبقى ديات ايه ايه ماراثن ايه يبقى سباء جاري حوالي 42 كيلو متر مؤهل مهني انت تتاهل ان انت ايه تشتغل وظيفة معينة يبقى زي نزعم شهادة كده او حاجة بتوضح ان انت معاك تدريب خاص او تدريب كويس ان انت تقدي الوظيفة دي يبقى عندي نمبر 4B نمبر 4B يبقى بروفشنال كواليفكيشن صمثيه ان تتاهل ان انت تتاهل ان تالي الوظيفة دي يبقى عندي طبعا يبتدي ايه عمل. يبقى عندي هنا ايه بطريقة كويسة يبقى تمام يبقى كده يبقى عندي الكلمة والديفنيشن التعريف بتاعها. عندي كده number one distance ايه بقى عندي كده distance d how much space is between two things internship if when you work often without pay to learn about a job. marathon a running race of around 42 kilometers. professional qualification b something that shows you have special training to do a job. setup c start a business skill e the ability to do something well the ability to do something well okay. two listening listen to four people which jobs are they going to do. استمع لاربع اشخاص الوظائف اللي هما هيعملوها في المستقبل. تمام? تعالوا كده نشوف مع بعض نكرأ listening الاول ونشوف وظيفة كل واحد مين. عندنا هنا انجي هاني هودا عند امير. انجي قالت ايه? انجي is going to be an architect اللي هو ايه? مهندس. معماري. architect مهندس ايه? معماري. تعالوا كده نستمع لاربع اشخاص هيكون listening. عندي. page 334 صفحة 334. عندي هنا اول حاجة انجي. انجي بتقول ايه? i am انجي. i know much. sorry. hi i am انجي. i know which job i want to do. انا انجي. انا عرفة انه وظيفة. انا عايزة اشتغلها. i'm going to study very hard for many years. انا هزاكر بجد جدا لسنين عديدة. but when i finish. ولكن عندما انتهي. i will get a good job. هيحصل على وظيفة ايه? جيدة. i'm going to design more amazing building. انا هصمم بعض المباني المدهشة. they they'll all use. they will all use. كلهم هيستخدموا فين? renewable energy في الطاقة ايه? المتجددة. كلهم هيستخدموا الطاقة المتجددة. i am انجي. i know which job i want to do. i'm going to study very hard for many years. but when i finish. i'll get a good job. i'm going to design some amazing builds. هيحصل على مباني. هيحصل على مباني. هيحصل على مباني. they will all use renewable energy. اوكي. يبقى دوت كان عندنا انجي. يبقى انجي هنا وقت. قالت انجي is going to be an architect. اوكي. طيب. شوف بعد كده. عندنا مين? هاني. my name is hany. اسمي هاني. i'm also going to study hard. انا ايضا ايه? هادرس بجد. for many years. السنين عديدة. i want to learn how to help people who are sick. اوكي. انا عايز اتعلم ازاي اساعد الناس. الايه? عيانة. يبقى هيكون ايه? دكتور. i think this is a really important job. انا بعتكن دي وظيفة مهمة جدا. i'll probably work in a hospital. وايه? من المحتمل اللي انا اشتغل فيه? في مستشفى. يبقى هو عايز يكون ايه? دكتور. يبقى. my name is hany. i'm also going to study hard for many years. i want to learn how to help people who are sick. i think this is a really important job. i'll probably work in a hospital. يبقى. هاني is going to be a doctor. هاني is going to be a doctor. تمام؟ طيب. نيجي بعد كده عند هودا. هودا قالت ايه? i am hoda. when i was little لما انا كنت صغيرة. my grandparents bought me a toy. اكدا دي. اشتروا لي ايه? toy لعبة صغيرة. it could walk and talk. اللعبة ديت ايه? بتمشوا بتتكلم. i'm going to do a job which will make toys like this even better in the future. هي هكون هتشتغل وظيفة هتخلي الالعاب ديت احسن بكتير فين في المستقبل. i'm going to design machines. هتصمم الات. that will walk and talk. اللي هتقدر تمشي وتتكلم. and also be able to help people to do things. وهكو تاعد الناس في ايه? في عمل الاشياء. يبقى ايه? robotics engineer. هتصنع انشياء تساعد الناس اللي هي الايه? الالات. زي الايه? الالات. زي الروبوت. يبقى robotics engineer. robotics engineer. او an engineer. يبقى. i am hoda. when i was little. my grandparents bought me a toy. it could walk and talk. i'm going to do a job which will make toys like this. even better in the future. i'm going to design machines that will make. that will walk and talk. and also be able to help people do things. يبقى عنده نهوات ايه? هودا. is going to be an engineer. is going to be an engineer. او كده ممكن نعمل كده بين كسين. robotics engineer. روبوتيكس ايه? engineer. تمام؟ طعب. شوف اخر شخص معانا امير. امير. قبل ما احصل على وصيفة تدفع لي فلوس. اه. ام going to do something to help people. انا هعمل حاجة تساعد الناس. there are many people who don't have homes or enough to eat. في كثير من الناس ما يكونش معهم لا. ما يكونش عندهم لا بيوت ولا معهم اكل كافي. ام going to help a charity. انا هساعد مؤسسة خيرية. that makes these people's life better. تخلى حيات الناس دي ايه ابضل. يبقى ايه? متطوع. volunteer. يبقى. i am amir. before i take a job that pays me i'm going to do something to help people. there are many people who don't have homes or enough to eat. i'm going to help a charity that makes these people's lives better. يبقى ايه? متطوع يبقى. amir is going to be a volunteer. is going to be a volunteer. amir is going to be a volunteer. okay. يبقى عندي انجي is going to be an architect. هاني is going to be a doctor. هدا is going to be an engineer or robotics engineer. amir is going to be a volunteer. عند السؤال اللي بقى يقول ايه? listen again and answer the question. استمع مرة اخرى ونجواب على ايه? الاسئلة. احنا طبعا نقرأ نوتر جبناه نقرأه مرة كمان كدوات مرة سريعة. سريعة كدوات عشان بس نفتكر المعلومات عشان نعرف نجواب على ايه? الاسئلة. طيب. ام انجي. اعلم which job i want to do. ام going to study very hard for many years. but when i finish i'll get a good job. i'm going to design some amazing buildings. they'll all use renewable energy. hani. my name is hani. i'm also going to study hard for many years. i want to learn how to help people who are sick. i think this is a really important job. i'll probably work in a hospital. hoda. i'm hoda. when i was little my grandparents bought me a toy. it could walk and talk. i'm going to do a job which will make toys like this even better in the future. i'm going to design machines that will walk and talk and also be able to help people to do things. i'm amir. before i take a job that pays me. i'm going to do something to help people. there are there are many people who don't have homes or enough to eat. i'm going to help a charity that makes these people's lives better. okay. نجاوب باعة الاسئلة مع بعض. اول سؤال بيقول لك. how long is انجي going to study for? she is going to study for many years. المدة اللي هتدرس فيها انجي هي هتدرس لسنين عديدة. ماذا انجي سنجي 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 سنج بلدنج إبقى هي إبقى لن تتجربة بلدنج وحنا قلنا إيه they will all use رينيبول energy كلما يستخدموا الطاقة المتقددة أكتبنا هنا they will all use رينيبول energy يبقى she is going to design some amazing buildings they they'll all use renewable energy طب كلما يستخدموا الطاقة متقددة طب what is Hany going to learn how to do Hany هيتعلم إيه عشان يعملوا هيتعلم إيه he's going to learn how to help people who are sick هيتعلم إيه going to learn how to help people who are sick يبقى he is going to learn how to help people who are sick طيب what is Hoda going to design هيتعلم إيه يبقى Hoda is going to design machine machines 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 هيتعلم إيه machines that will walk will walk and talk and and also be able to help people be able to help people معلش لو الإجابة تاخد أكتر من السطر فإحنا ممكن إيه يعني ناخد بالنا من الإجابة أو ننقلها نبتدي من هنا أو تكتبها في الكراسة خارجية فمعلش المساحة صغيرة خالص which charity is Amir going to help المؤسسة اللي أمير هاي ساعد فيها أكتب الجرباء هنا he is going to help he is going to help a charity that makes people's life better تمام people's life better يبقى which charity is Amir going to help he is going to help a charity that makes people's lives better تمام رأس يبقى احنا كده نخلي بالنا بس من هنا كل واحدة والسطر بتاحة how long is Angie going to study for she is going to study for many years what is Angie going to design she is going to design some amazing buildings they will all use renewable energy what is Hany going to learn how to do he is going to learn how to help people who are sick what is Hoda going to design Hoda is going to design machines that will walk and talk and also be able to help people and do things لو حدت حاببه يكمل او عنده مساح which charity is Amir going to help he is going to help a charity that makes people's lives better اوكي يفكر اعطوه مرة تانية عشان بس ايه اه لو في كلام داخل على بعضه او سطر تحت السطر تكون فهم الاجابة على بعضها فين تمام نجل السؤال بعد كده reading نقول ايه read and complete the blog with the correct job عندي هنا بعض الوظائف accountant accountant يعني محاسب accountant يعني محاسب طيب business person business person business person صاحب اعمال ايه تجارية صاحب اعمال تجارية business mania engineer مهندس engineer مهندس طيب professional sports person professional sports person professional sports person شخص رياضي ايه محترف شخص رياضي ايه محترف تمام طيب تعال نقرأ مع بعض بيقولك اقرأ ونشوف اين هي وظيفة من الوظائف دي بيقولك i'm good with numbers انا جاد مع الايه الارقام i'm good with numbers so i'm going to get a good job انا هحصل على وظيفة ايه جيدة with a business in Cairo في الاعمال في الكاهرة i'll probably do an internship first انا من المحتمل ان انا هعمل ايه فترة تدريب او امتياز الاول but this is an important job ولكن هذه وظيفة ايه مهمة all businesses جميع الاعمال need to know how much money they will have they have جميع الاعمال بيكون ايه عايزين يعرفوا كمية المال اللي بايه لديهم that's why i'm going to be a or an accountant هكون ايه محاسب accountant اوكي يبقى المحاسب هو الايه هو جاد مع الارقام بيكون يعرف الفلوس والحاجات دي كلها هيبقى هنا ايه محاسب ايه محاسب ايه محاسب هنا تحتوال ايه choose another job اختار وظيفة تانية من الوظائف دي from exercise for من التمرين الرابع or use your own ideas او فكرة من افكارك هنا دي بلوج تمام فانت ممكن هي برضو ايه يعني سطور قليلة خالص ممكن تشوف الوظيفة بتاع اي وظيفة من ايه انت اختار واحدة ويكتب بلوج ايه زيها تمام طيب حاجة بس كده هو احنا الوقتي في بعض الحاجات احنا مسلا كنا بنقول ايه an architect or architect وقلنا a doctor ليه هنا استخدمنا an وهنا استخدمنا ايه طيب معلومة سريعة كده احنا عندنا 26 26 حرفين في اللغة الانجليزية عندنا خمسة منهم vowels الفاولز دول a e i o u لو كلمة ابتدت بحرفة من الخمسة دول بحط ايه an الواحد وعشرين التانيين اسمهم consonant اللي هو الحروف الساكنة اي حاجة تاني باخد استخدم ايه ال a خلاص دي بس ايه معلومة سريعة كده انا عارف طبعا انتم عارفينها بس ايه قلنا نرجع عليها ونفتكارها عشان تشكل شوية بتاني هيجي عندي ايه an و a an و a an و a ف ايه تكون قدامي وان انا اخوة لاحز وانا بكتبها ان انا ما اطلق بعضش يبقى عندي الواحد و الواحد اي 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 او يو ولكن من حاول عقد ما نقدر ان هنخلص الواحدة مع بعض واحدة واحدة طبعا كل سنوان طيبين رمضان خلاص على الابواب ان شاء الله هنخلص الواحدة الاثناشر قريب جدا ان شاء الله في خلال الفترة الجاية ديت من الكتاب المدرسي وهنكمل كتاب الورك بوك مع بعض طبعا اه شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق اني راجع طبعا عشان خاطر الوقت صغير جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنوان طيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بك طلاب الاعزاء كل سنوان طيبين رمضان كريم النهاردة ان شاء الله هنستكمل مع بعض اسئلة الورك بوك الدرس الرابع والخامس من الوحدة الاثناشر تشوف كده اول سؤال بيقولين ممكن تحط البريفكس اللي هو للافعال عشان بتدي معنا الاعادة ان انا اعمل نفس الحاجة ايه مرة تانية ان انا اعادها مرة كمان طب عندي دو هنا هوت هنا بيقولك اكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح لهذه الافعال طب لو حطينا الري الكل فعن هنا عندنا دو تبقى ردو play replay r e p l a y replay use اعادة استخدام write rewrite اعادة كتابة تمام طب عندي كده number one فارس اعادة كتابة re write so it's clearer اوضح number three don't throw away this bottle we can reuse it مترميش الازازة الازازة دي ممكن يعيد استخدامها reuse number four they had to stop the football match because it was raining متأضطروا ان هما يوقفوا مبارات كرة القدم لانها كانت بتمطر they have to replay it next week متأضطرين ان يعيدوا مرة اخرى يلعبوا مرة اخرى الاسبوع المقبل وعند كده redo rewrite reuse and replay السؤال بعد كده reading read the article and write the missing sentences ad in the right places عندي كده اربع جمل المفروض الاربع جمل دول يتحطوا فيه الارتكل دول المقال اهما الجمل there will also be city farms هيكون برضو فيه مذارع that means there will be more space for people to walk and cycle هايكون ده معناه ان هيكون فيه مساحات اكتر للناس عشان تمشي وتركب الدراجة them see them people will be able to use the water for plants plants وكده الناس هيتقدر انها هتستخدم المية للنبات للزرع والنظافة the city will only use renewable energy المدينة هتستخدم فقط الطاقة المتجددة تمام المفروض كل جملة من دول لها مكان في المقال تعال نكرق المقال مع بعض ونشوف انه واحدة هنحطها cities of the future المدن المستابع what will cities be like in the future المدن هبقى شكلها ايه في المستابع architects are already planning how city life could be better for all of us المهندسين المعمريين خططوا بالفعل ازاي الحياة المدينة تكون افضل بالنسبة لنا here are some of their ideas وها هي بعض ايه افكارهم cities need water المدن بتحتاج المية but at the moment و لكن في نفس الوقت most rain most rain water is taken away from our cities مياه الامطار معظم مياه الامطار بتيتاخذ من المدن in the future cities will have areas which will collect water when it rains المدن هيكون فيها مناطق حتجمع فيها المية لما تمطر see Alexi the people will be able to use the water هيكونوا قادرين انهم ما يستخدموا المية دي for plants cleaning etc and so on cities will have houses for many people cities will have houses for many people المدن هيكون فيها اشخاص لناس كثير but they will also have big parks هيكون في حضائق ومنتزهات كبيرة the trees and other plants will give us clean air الاشجار والنباتات الاخرى هتدينا هواء نظيف and also give a home to animals and birds تكون لها تكون للنباتات والحيوانات كمنزل تمام؟ بعد كده there will also be city farms there will also be city farms هنا people will grow their own food in gardens on the roof وهم هايزرعوا الحضائق بتعتهم على السطح number three this won't come from outside the city ده مش هيجي مبارة المدينة but will be made by solar panels هيتعمل بواسطة خلايا الشمسية and wind turbines وطواحين الهواء on buildings على المبنى يبقى هنا the city will only use renewable energy هتستخدم الطاقة المتجددة the last one transport سائل النقل will be very fast هتكون اسرع safe and cheap cars will be driverless العربيات هتكون ذاتية الكيادة نكمل عند كده بي that means there will be more space for people to walk and cycle people will be healthier الناس هكون اكثر صحة and life will be easier والحياة هتكون اسهل for people with disabled disabilities والناس اللي هما عندهم اعق تمام بعد ما حطينا كل حرف هو كل جملة في مكانها الصحيح نقرأ البرغراف على بعض cities of the future what will cities be like in the future architects are already planning how city life could be better for all of us here are some of their ideas cities need water but at the moment most rain water is taken away from our cities in the from our cities in the future cities will have areas which will collect water when it rains the people will be able to use the water for plants and cleaning cities will have houses for many people but they will also have big parks the trees and other plants will give us clean air and also give a home to animals and birds there will also be city farms people will grow their own food in garden on roof the city will only use renewable energy this won't come from outside the city but will be made by solar panels and wind turbines on buildings transport will be very fast safe and cheap cars will be driverless that means there will be more space for people to walk and cycle people will be healthier and life will be easier for people with disabled read the article again are the sentences true or false correct the false sentence in the future there will be better ways to take rain water away from the cities no they will collect and reuse rain water people will grow food on roof roof that's true they will burn fossil fuels for energy on the future false here the answer is false they will only use renewable energy 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 places where people will be able to drive Fools cars will be driverless cars will be driverless that is that it will clear their cars will be driverless ayl shows12 car will be driverless to cars will be driverless المودنح تكون أفضل بالنسبة للناس اللي لديهم إعاقة تمام؟ طيب عندي كده لسئلة تانية People will grow food on roofs They will burn fossil fuels for energy In the future faults they will only use hernable energy More people will be able to drive false cars will be driverless Cities will be better for disabled people and that's true شوف مع بعض Lesson 5 Listen Listen to a quiz واختبار موغز and put the expressions in the order that you hear them تمام؟ طيب دلوقتي تشوفي listening مع بعض رسمي هايكون باج 350 350 Look at this quiz About the future Shall we do it Leena بصي لل كوز دوت الاختبار القصير دوت عن المستقبل ممكن نعملو يا Leena اوكي آية What is the first question حسني آية ايه هو السؤال اوليني 1 1 In the future Everyone will go to university Nobody will leave school محدش هيغادر المدرسة عيونه الدراسة At 18 عند عمر 18 What do you think ايه رأيك I don't think so انا لا اعتقد ذلك Some people will find Universes too difficult بعد الناس هتلاقي ان الجامعة صعبة جدا They will learn different skills وحيتعلموا مكانها مهارات اخرى مكان الجامعة Yes I agree انا موافقة 2 السؤال الثاني All cars will be driverless كل عربية تبقى ذاتية للقيادة Nobody will be able to drive their own car anymore محدش هيسوق العربية بتاعتو بعد كده I'm not sure مش متأكدها There will definitely be driverless قال هيكون فيه بالتأكيد عربيات ذاتية للقيادة But there will probably be normal cars ولكن هيكون من المحتمل في عربيات طبيعية اللي العادية What do you think Iraq Yes I agree نعم أنا موافقة There might be a few normal cars من الممكن هيكون في بعض العربيات العادية That important people can drive الناس المهمة ممكن تسوع Last question السؤال الأخير All energy will be from the sun كل الطاقة يكون من الشمس I think that's very likely نعم إنه من المحتمل Don't you أليس كذلك Well I'm sure that I'm sure that I'm sure that We will all use renewable energy إن كلنا هنسى هده متقلة متجددة But perhaps There will be other forms of energy هيكون فيه أشكال أخرى من الطاقة Such as wind زي زي الرياح تمام بعد ما سمعنا listening مع بعض عايزين دلوقتي نحط القمل دي في الترتيب في الترتيب بتاحها ندلك number one I don't think so Number two C I'm not sure Number three G There will be definitely be Number four There will probably be Number five There might be There might be Number six I think That's very likely Number seven I'm sure that And number eight Perhaps There will be Number one I don't think so Number two I'm not sure Number three There will definitely be Number four There will probably be Number five There might be Six I think That's very likely And seven I'm sure That Eight Perhaps There will Be Okay I'll tell you What do you think What do you think There will be I hope you Write your answer to the questions Write your answers to the questions Write your answers to the questions I think إختبارك القصير استخدم إختبارات تعبيرات من التمرين الأولين نمبر 1 In the future, do you think that everyone will go to the university? هل تعتقد أن في المستقبل أن كل واحد حيروح الجمعة أو أن كل حيروح الجمعة اللي جيب هتكون إيه؟ نجب كده مع بعض I don't think so أنا اللي أعتقد إيه؟ ذلك بعض الأشخاص will find it difficult هتلاقي إن ده من الصعب They will learn different skills instead هيتعلموا مهارات أخرى بدل إيه إقامة يبقى عندي كده نمبر 1 I don't think so I don't think so some people will find it difficult they will learn different skills instead طب نمبر 2 Do you think that all cars will be driverless كل عربيات هكوون ذاتيت القيادة I'm not sure I'm not sure there will be definitely be driverless car but ولكن there will probably normal cars too I'm not sure there will be definitely be driverless cars but there were there will probably normal cars too number 3 Do you think that all our energy will be for will be from the sun I'm sure sure that we will use renewable energy we نحن نستخدم إيه؟ الطاقة متكددة but perhaps من الممكن there there will be other forms شكال أخرى of energy من الطاقة such as wind مثل area right طب there will be now write three more questions about the future اكتب ثلاثة أخرى عن المستقبل طب هنا بقى كل واحد يكتب بيفكر في سؤال ويكتبه مثلا ممكن سؤال كده do you think do you think do you think that the 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 will be able to win and who other who to win the world cup four clubs how can myself clubs in the future in the future in the future in the future هل تعتقد ان الاهلة هيقدر يفوز بي هيكون قادر عرفوز بكأس العالم الاندية في المستقبل this way طب number two what do you think what do you think what do you think what do you think that robots will will be able to do in twenty fifty ماذا تعتقد ان الروبوتس الاناس الاليين هيكون قادرين ان هما يعملوه في الفين وخمسين okay number three number three سؤال التالت نكتب سؤال كمان in the future in the future في المستقبل do you think that do you think that do you think will be able to travel in the future in the future in the future okay السؤال اللي باكاتب بقولك جواب على اسئلة دي طبعا هو مش لازم انت شخصيا انت تكتب الاسئلة دي بالذات انت ممكن تكتب اسئلة احسن منها كمان وعلى حسب اعتقادك وافكارك انت نعم طبعا do you think that الاهلي will be able to win the world cup for 2050 نعم هنا ممكن توليبا there will be well definitely definitely there will be definitely be some difficult teams بعض الفرق الصعبة but ولكن we can do it ممكن ايه نعملها او ممكن اجابة مختصر yes i do كيف تعتقد أن ربطات ستفعل في 2050؟ أعتقد أنهم ستكون من أفضلنا حياتنا أعتقد أنهم أعتقد أن إنهم ستكون من الأفضل من أفضلنا حياتنا هذه نجي كلمة part P A R T part لو ايه مشوطة number three in the future do you think that we will able we will be able to travel into space high don't think so لا اعتقد ايه زالك I don't think so ممكن ان اجابك حضرتك طبعا تكون مختلفة وبكده طلاب الاعزاء نكون انتهينا من اسئلة الدرس الرابع والخامس من اسئلة أتمنى طلاب الاعزاء ان تكونوا استفدتم من الفيديو ان شاء الله هتدي في دي الدرس السادس والسابع على طول مش هتأخر عليكم اسف لو فيه تأخير رمضان كريم ربنا يوفاك وينجحك دايما يا رب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم طلاب الاعزاء كل سنة وطيبين رمضان كرام عليكم يا رب وبعد الايام وان شاء الله يكون شهر خير وبركة يكونش كدوات ان شاء الله شهر النجاح والتفوق ان شاء الله النهاردة ان شاء الله هنختم مع بعض اخر دروس الترمي التاني الدرس السادس والسابع في الوحدة الاثناشر احنا حللنا اسئلة الكتاب المدرسي من قدام كلها الوحدة الاثناشر كاملة دلوقتي هننهي مع بعض الوحدة الاثناشر واخر وحدات الترمي التاني مع الدرس السادس والسابع نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض اول سؤال بيقول الفكاب اقرأ واختر الاجابة الصحيحة لما تغط على مفاتيح التحكم العربية كون انت عايز ايه تسوق العربية دم جي معناه ودمر لا انت تحكم اللي هي زراير التحكم او اجهزة التحكم في العربية يعني انت عايز تسوق اللي هي القوانين القوانين هي قواعد لازم ايه نتبعها لما العلماء يقوموا بكثير من الاختبارات عايزين يتأكدوا ان الجهاز ايه امن لما العلماء يقوموا بكثير من الاختبارات عايزين يتأكدوا ان الجهاز امن تمام يقوموا بكثير من الاختبارات بحيث عن السيارات الطائرة وعليه هنا هو الثيكست احنا عايزين نحطه فيه الترتيب الصحيح بتاعه وعنده كده اربع بارغرافات عايزين نحطه في الترتيب الصحيح تمام المشروع الاسبوع ده بحثت عن السيارات الطائرة نحن دلوقتي عندنا التكنولوجيا اللي خلينا قادرين على ان احنا نصنع عربيات طائرة في الحقيقة المهندسين يعتقدوا ان السيارات الطائرة سيكون أشبه الهليكوبتر أكثر من الطائرات هذا بسبب ان الهليكوبتر يقدروا انهم يقلعوا من مناطق صغيرة في المدن سيستخدموا الكهرباء لأن المحركات المحركات الكهربائية لا تكون شيء ببطلع عشت ضبضة كتير نمبر 2 تبقى بي نمبر 2 بي يبقى بي نمبر 2 ممكن تكون الإجابة لبعض لكثير من المشاكل المدن تصبح أكثر ازدحامل والترافك المرور على الأرض بيصبح أسوأ إذا كان هناك فلاين كارز في عربيات الطائرة الناس يقدروا يتيروا للعمل من مسافات بعيدة هم مش هيتطر أنهم يعيشوا في مدن كبيرة تقدر انها تهبط على سطح المباني وده معناه إنها هيكون في مساحات أكثر للناس في الشارع إنهم يستمتعون العربية الكهربائية هتنتج تلوث أقل أيضا نمبر 3 سي شركة في ألمانيا طوارت تاكسي طائر سيكون قادرة إنها تحمل شخص واحد مسافر واحد وكادرة على الطيران في 2020 لكن الرحلة تكون غالية جدا الناس برضو الآن إنه ممكن تكون السيارات الطائرة ما يكونش آمنة إذا وجدت الكثير من السيارات الطائرة فوق المدينة ممكن تكون خطر كدا سيعملوا إيه في الطاقس السيارة أو في طيور كثيرة وماذا عن الطائرات عندي كده نمبر 4 إيه إن كل كلوجين وفي النهائي الاستنتاج يعني الخلاصة الخلاصة نحن عندنا تكنولوجيا عشان خاطر نعمل الطائرات بدون طيار وأشياء أخرى ممكن تتير وأشياء أخرى ممكن تتير وأشياء أخرى ممكن تتير أعتقد أنه من المحتمل أن نرى العربيات الطائرة في المستقبل وكده طلاب الأعزاء نكون انتهينا من ترتيب البراكراف نكراه كده مع بعض مرة واحدة بعد ما رتبناه نكراه على بعضه علم أول هذه الرئيس الكريم الخلاص وتد virtudes تستمر bus تستعمل طوال ي Project بسبب الهيئة الأنجانية ليست جداً جداً. حيث أن هناك مجدداً، الهيئة الهيئة قد يكون المساعدة ل الكثير من الأشياء. الهيئة تصبح أكثر، والترافق على الأرض تصبح أكثر. إذا كان هناك الهيئة الهيئة الهيئة، الناس يمكنني تساعد للعمل من أخرى. لن يجب عليهم في أكبر الهيئة الهيئة، الهيئة 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 على خلال روح ي plummet القواعد فيه، أي هدوك يمتلكه م ميزدوني للتائج. الأهيئة الهيئة 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 الأخرى مستخدمين اختصرية، تحتاج إلى أكبر الهيئة تم تحديد المنطقة. في ذلك فالت worshيئة في الرحمن المرأة، كان هناك سعيد من يوصي. و يبدأ العمل المنطقة في 2022. لكنها ستكون جميلة جدا الناس أيضا أن الهيئة التي لا يمكن أن تكون جيدة إذا كان هناك الكثير من الهيئة في المنطقة سيكون جدا جدا مثل ما يفعلون بشيئة بشيئة أو إذا كان هناك الكثير من الهيئة وما يفعلون بشيئة ولكن في جميع الأساس نعمل الهيئة لكي تأتي عملا ومن المختلفين التي تتمهي أعتقد أنه سيبقى أننا سنرى أمسكات الهيئة في المدينة حسنًا شوف ما حد كده السؤال السؤال مع كده بقول write 4 paragraphs in your notebook about future اكتب paragraph 4 paragraphات في كشكل بتاعك عن future homes بيوت المستعبل research and make notes using these ideas how will we get our energy how will and so انتب تعال نحاول نكتب كده باراغراف مع بعض عن future homes تمام هنا نبتدي كده مع بعض شان كن اوضح تكنولوجيكال هوم تكنولوجيكال هوم تكنولوجيكال ديفلومنت is a never ending process everyday column technology offer us surprizes بتاردالينة او بتأدب للمفاقات that appear at first amazing and as soon as time passes it becomes a part of history i think future homes i think future homes باتاكد ان بيوت المستعبل will be connected will be connected to the internet will internet and our mobile phones will be connected to the internet at home لو ما فيش اشخاص في البيت i would manage to open my home ان انا ممكن اتحكم في ان انا افتح البيت بتاعي من خلال my home my home my home my home I think سوف يكون هناك مجموعة في المنزل هنا سيكون هناك مجموعة سوف يكون هناك مجموعة في المنزل هنا سيكون هناك مجموعة على المنزل سوف يكون هناك مجموعة سوف يكون هناك مجموعة في المنزل 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 تمام؟ مجموعة طلاب الأعزاء اللي كون كتبنا البراكراف تمام؟ تمام؟ انت طبعا ممكن تكتبها تاني ممكن تزود عليه كمان تشوف الأفكار الموجودة ممكن تزود عالية تمام؟ نشوف مع بعض آخر لسون معنا لسون 7 عندي كدوات كمبليت كروسورت أكمل الكلمات المتقطعة نمبر 1 أجل المنزل تعمل الكلمات المتقطعة مجموعة كهربائية تعمل حاجة وظيفة معينة ديها ديهايس أحي نمبر 1 ديهايس طب نمبر 2 فقدر على نعمل شيء جايب ديهاة سكيل اس ك آي ال ال او طبعا حل مشكلة أو إجابة سؤال ديهاة سلوشن اس أو يو ت او تمام؟ كده أكروس كده دعون بعد كده عاني ندخل على أكروس ست او ست او س او ب نمبر 4 مكان خاص انه ناس ده ده تي بشي بالدرجات على الطريق سايكل لين ديهاة نمبر 4 سي و سي ال ا نمبر 5 جري مسافات طويلة ده ماراثون ماراثن 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 sit-up, cycling, marathon, and distance سؤال هنا سؤال take the things بالنسبة للأشياء that you think will be able to do in the future اللي انت تعتقد انها قادرين نعملها في المستقبل fly الطيران no have all days on the moon could be نحزة بجازات عالقمر everyone in the world speak english كل شخص في العالم يكلم انجليزي have robots to clean our houses يكون ما عندنا الناس قليين عشان ينضفوا البيت only be able to watch sports online هنكون قادرين بس اننا هنتفرج على الرياضيات online false تمام now write sentences using the information from exercise to and will and will won't be able to طيب هنا طبعا في الحاجة تعملنا على خطأ يبقى want to be able to صح will be able to in the future we won't be able to to fly we will be able to have holidays sorry هنا دي نمبر تبو طبعا ما عليش هنا تبقى سديات هنشتبه هنكتبها في التانية يبقى كده in the future we will be able to have holidays on the moon هنكون قادرين نحزب أجهزات على الكامرة طب نمبر 3 in the future we will be able to we will be able to speak English number four in the future we will be able to have robots to clean our houses and the last one and the last one in the future we won't be able to watch sports we sports online only or only online okay نجي مع بعض الشباب الاخر سؤال هنا بقى سؤال يخصك انت انت شخصيا this is the last unit of level 3 هنا بيقولك ده اخر واحدة في المستوى الثالث write answers to this question اكتب اي اجابات الاسألة دي what are you going to do next year انت هتعمل اي بقى السنة الجاية بيكلمك انت شخصيا ان شاء الله السنة الجاية بكون في السنوية عامة واضحق كل اللي بتتمنى ان شاء الله بتنجح كده واضحق كل اللي بتمنى انت هتعمل اي السنة الجاية what do you think will be different of this year بتعتقد ايه اللي هيكون مختلف في السنة دي تمام how much more english do you think you will be able to use next year ايه يعني كمية الانجليز اللي انت هتستخدمها ان شاء الله السنة الجاية كل واحد فكر في الاسئلة كويس جدا وتعمل مهم جدا 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 انت سأل نفسك السلدة انا السنة دي هعمل ايه السنة الجاية ان شاء الله فلازم انا اعمل لان انا عايز احقق السنة الجاية ربني مفاقكو جميعا كده طلاب الاعزاء نكون انتهينا من منهج الصف الثالث الاعدادي ان شاء الله طبعا نحل الريفيو دي والامتحان الاخير مع بعض ولكن الوحدات نفسها خلصت تمام شكرا لكم طلاب الاعزاء اتمنى انكم استفدتم من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة